القمة العربية الثالثة والثلاثون في دورتها الاعتيادية لكنها غير اعتيادية تأتي في وقت حساس تستضيفها البحرين للمرة الأولى خلال الأيام الماضية حدثت العديد من الاجتماعات التحضيرية تمهيداً للقمة على مستوى القادة خلال اليومين الماضيين وتحديداً يوم الخميس فستحدث أكثر مع محمد العباسي المتحدث الرسمي باسم مركز التواصل في البحرين حدثنا عن استعدادات البحرين لاستضافة هذه القمة أولاً مرحباً فيكم بين أخوانكم وأهلكم في البحرين وحقيقة الاستعدادات كانت منذ أكثر من شهر بدأت منذ زيارة سيدي جارة الملك لعدد من قادة الدول من الدعوات أيضاً لأرسلت من زيارات مولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أيضاً الزيارات التي قام فيها سعادة وزير الخارجية والبحرين اليوم حقيقة في عرص سعيدة بوجود أشقها العرب على أرض البحرين في قمة بإذن الله ستكون ناجحة على أرض مملكة البحرين وهذا ما نطمح له بإذن الله ما هي أبرز المحاور التي خلصت إليها الاجتماعات التحضيرية والتي ستطرح على مستوى القادة خلال اليومين القادمة اليوم المحاور وهي التي تعكس أيضاً أهمية اليوم هذه القمة في ظل ظروف دقيقة جداً ظروف سياسية وظروف اقتصادية لن تكون المحاور أكيد بعيدة عن تطلعات الشارع العربي أهمها حل النزاعات والحروب اليوم في المنطقة وفي العالم بالطرق السلمية وهو أمر مهم أهمها يمكن ما يجري الآن لإخواننا في غزة ويجب أيضاً تقديم كافة الدعم لهم من خلال هذه القمة بأن تكون هناك أيضاً توصيات مهمة أكيد راح تكون في مصلحة حل القضية الفلسطينية بناء على الشرعية الدولية المحاور الثاني وهو تعزيز التضامن العربي اليوم مهم هذا الأمر لوقف التدخلات الخارجية في الشؤون العربية وتعزيزه أصبح أمر مهم جداً الأمر الثالث وهو الملف الاقتصادي أو التقامل الاقتصادي بين الدول العربية وهو ما يعود بالنفع لشعوب المنطقة بشكل كامل شكراً جميع بنود إعلان المنامة الذي سيصدر بعد نهاية هذه القمة عبد المحسن الحربية العربية المنامة